الأخير حرب بين العرب واليهود من 49 عام والتي اتجهت بعدها عدد كبير من الدول العربية للتطبيع معهم هي حرب تشرين أو حرب أكتوبر وكانت خسائر مصر وسوريا فيها حوالي 8500 مدني وعسكري وحوالي 20000 جريح ومن المعدات العسكرية كانت حوالي 1000 دبابة و 240 طائرة و 15 طائرة مروحية وكانت خسائر الكائن المحتل حوالي 3000 قتيل وحوالي 1000 دبابة و 350 طائرة و 25 طائرة مروحية وكانت أيام الحرب الأولى هي أفضل أيام الحرب بالنسبة للجانب العربي حيث حقف انتصارات مهمة حيث عبر الجيش المصري خطبر ليف وتوغل الجيش السوري في أهضابة الجولان ومدت الولايات المتحدة الكائن المحتل بحوالي 27000 طن من المعدات الحربية بينما مدت الاتحاد السوفيدي الجانب العربي بحوالي 78000 طن من المعدات والأسلحة الحربية حيث انتعت الحرب الرسمية في 24 أكتوبر أو 24 ترشين الأول بين الجانب العربي والكائن المحتل حققت نتائج جيدة للجانب المصري بعبورها قناة سويس وتدمير خط بارليف فيما حققت سوريا بعد 82 يوم من حرب أكتوبر بانسحاب إسرائيل من الأراضي التي احتلتها عام 1973 وانسحابها من مدينة القونيترا بالإضافة إلى إنشاء حزام أمني وفصل للقوات على طول الحدود الفاصلة بين سوريا والكائن المحتل إذا عجبكم الفيديو لا تنسونا بلايك واشتراك وتابعوا حلقاتنا السابقة وانتظروا حلقاتنا القديمة إلى اللقاء